ما اسألت المصر اليوم هاي انا مكنش عايز اتكلم في الموضوع خالص بس انا هتكلم بشقين وبسرعة عجل شق مهني وشق السياسي حضرتكم يمكن شفتوا العنوان اللي يعني عمل ازمة ضخمة جدا ودعت حتى بعض المحامين الى انه يتقدم ببلاغ الى النائب العام يتهم في جريدة المصر اليوم باهانة الشعب المصري وتم تحويل هذا البلاغ الى نيابة امن الدولة العليا للتحقيق فيه العنوان كانت الجرنان بيقول فيه انه الدولة تحشد المواطنين امام اللي جان تقريبا يعني لو عندنا هنا جماعة هو الدولة تحشد الناخبين في اخر امن الانتخابات هقول لحضرتكم على حاجة لو ان الجرنان بكلم بقى مهنيا يعني مهنيا ويسمح لي الزملاء في المصر اليوم انه يعتبروا وهذا درس مهنيا مهنيا لو اكتفى الجرنان وقال الدولة تحشد الناخبين في اخر امن الانتخابات فده عنوان مهني بامتياز ليه لان القانون القانون بيقول ان الحكومة لا بد ان تقوم بحشد المواطنين للتصويت لكن بيمنع على الحكومة ايه انها تقوم بتوجيه المواطنين الى مرشح بعيد كويس يعني لو الجرنان كان اكتفى وقال انه الدولة تحشد الناخبين امام لجان الانتخابات فده عادي جدا مطابق للقانون ليه لان الدولة دورها دورها انها تحشد وتشجع الناس انها تروح الانتخابات خاصة اننا دولة لم ننضج سياسيا بشكل كامل والناس لسه مش عارفة اهمية الانتخابات فالدولة احيانا تقدم لك مغريات انك تروح تنتخي من الاخر يعني يعني عشان انت متتكلمش في ايه يقولك تب الدولة الناس اللي اعلنت عن مكافئات واعلنت ومش عارف ايه بتاع دي انتخابات في مصر والسلوك السياسي والانتخابي في مصر لا يزال يحتاج الى الكثير حتى يصبح سلوكا كفئا مش هننكر يعني فالقانون بيقول ان الحكومة تقوم بحشت الناخبين لكن لا تقوم بتوجيههم الى مرشح بعين فلو ان هذا العنوان اكتفت الجريدة بانها تقول عليه ان الحكومة تحشد الناخبين امام الجانتخابات كنا قلنا ماشي لكن لان الغرض مرض كما يقولون بدأنا نقرأ الايه العنوين اللي هي تقولك ايه ان هذا العنوان الاول لم يكن حسن النية على الاطلاق اللي هو الوطنية تلوح بالغرامة مسؤولون يعيدون بمكافئات مالية وهدايا امام اللي جاء وبعدين ييجي يبرز ان محافظ كفر الشيخ قال للمقاطعين جاتكم ستين نيلة عدوا في بيوتكم وشوفوا اللي هيطبطب على افاك طيب فاذا هذه العنوان الشرحة هي التي عكست ان هناك سوء نية في الموضوع ده رقم واحد رقم اتنين وده مهم جدا انه لما الجرنان اي جرنان يطالب بحريته في ان يقول ما يشاء فلا يجب ان يصادر حرية الاخرين في انتقاد ما قاله الجرنان وإيه لا يبقى احنا كده ايه بنهز تمام يعني الجرنان هنا بيقولك انا عندي مفروض يبقى فيه حرية ان انا اقول اللي انا عايزه حلو جد لا يجب ان تصادر حرية الاخرين في ان يعترضوا على ما كتب كويس لا اقول لحضراتكو اكتر من كده اذا كنت ترى ان من حريتك ان تقول ما تشاء فمن حق اي مواطن انه يذهب الى مكتب النائب العام ويتقدم ضدك ببلاغ وساعتها ما تقولش ان فيه حصار لحرية الصحافة وفيه تضييق على حرية الصحافة ليه لانه حصار حرية الصحافة والتضييق على حرية الصحافة انه تيجي قوات الامن تقوم طالع المصر اليوم ما افلالهم الجرنان واللي اعترض يضربوه وخلصة المسألة لكن هنا انت بتعترض على القانون لانه ده حق من حقوق المواطنين انه شاف ان انت ارتكبت خطأ يروح يقدم ضدك بلاغ للنائب العام النائب العام حول البلاغ لنيابة امن الدولة العليا نيابة امن الدولة العليا تستدعي المسؤولين عن الجرنان وتسألهم انت كجرنان قدرت تقدم ما يؤكد انك انت راجل حسن النية وان انت ما ينتش المصريين يقولك شكرا سلام عليكم اذا لم تستطع هيوقع عليك العقوبات التي اقرها الدستور والقانون لكن هنا ما تدفعش بباقي انه في حصار للحرية انا تقريبا يعني تقريبا استويت بلاغات واضايا ونيابات ومحاكم ويشهد الله اننا عمرنا ما كنا انا كنت مقتنع انه طالما انه من حق ان اقول ما اشاء فمن حق الاخرين ان يعترضوا ومن حق الاخرين ان يقاضوني وان يقفوا بي امام القضاء ونتكلم لكن هنا حرية الرأي والتعبير ليه لانه الناس يقولك ايه الجرنان المصري اليوم جرنان مهني لا مش مهني على الاطلاق على الاطلاق فيقولك طيب ما هو الناس بدأت تقول صلاح دياب طب صلاح دياب ماله مال الجرنان لانه صلاح دياب هو الذي يحكم الجرنان ليس صحيحا ان هناك رئيس تحرير وليس صحيحا ان هناك مديرين تحرير وليس صحيحا ان هناك محررين لكن صلاح دياب هو الذي يصيغ سياسة التحرير هذا الجرنان واحيانا يقول حتى ما ينشر حتى لو انكر ذلك خلاص لو انكر ذلك وبعدين مش هندحك على بعض في مصر يعني مفيش فصل حد ما بين الادارة والتحرير خلاص يعني مش هندحك على بعض فاذا هنا هذا الجرنان قدم معالجة اولا غير مهنية وتسيء فعلا الى التجربة مش هنقعد نقول بقى يقدمه دليل وما يقدمهش دليل واوة الى اخر تربيزة المدورة اللي الناس بتقعد عليها اللي الخمسة ستة بيعودوا عليها بيصيغوا هذي الرسائل بمباركة صاحب الجرنان مفروض الناس تقول لبعض يعني مايصح شعب كويس وبعدين لما الناس تعترض ما تقوليش ان ده ضد حريت الرأي ما حضرتك قلت هو ما سمعتش انا انه في حد تعرض لازم من الناس اللي موجودين احنا بنكلم في المهنة وفي مطبخ واحد وبنتعرضنا وبنتعرض لحاجات كتير يعني ممكن نتكلم فيها ما حاجش بعمل نفسه عنطر ما حاجش نعمل نفسه بطل وما حاجش يقولك انتو كده بتصدروا حرية الرأي لا مصدرش حرية الرأي لان حرية الرأي طالما انك قلت استحمل بقى انو حد يعترض عليك حد ينتقدك حد يقاضيك المجلس الاعلى الاعلامي يقول تعالوا نحقق ونشوف ما هو ده الجو السليم لكن انك تبقى بتتكلم عن حرية الرأي لك انتا ليك انتا ومش للاخرين لان انت بتستعبط انك تقول انه اللي راح يقاضيني ده مدفوع من الدول ولو حتى مدفوع من الدول حقق القانوني ولا مش حقق القانون في مواد في القانون تقوله روح ولا ما تقوله شروع جماعة الناس بتضحك علينا يعني في الاعلام وده انا طول وقت ببقى حريس نوع من النقد ده الناس بتحك علينا في الاعلام لان احنا نقعد نتكلم عن حرية الرأي وحرية التعبير حرية الرأي وحرية التعبير ولما اخر يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير نقوله لا انت كده بتحصرنا والاعلام مكمم والاعلام ما بيقولش لو عايزه والاعلام مش عارف ايه يعني المسألة محتاجة لاعادة نظر مرة اخرى واعادة ومراجعة ضمير على فكرة مرة اخرى لانه اللي بيحصل هنا لا مهني ولا صحاف بالمناسبة لانه كل ده اتقال بصياغ اخرى يعني كل ده اتقال بصياغ اخرى في حشد حصل اه في حشد حصل في رجال اعمال جابت وسهلت على الناس انها توصل راحت هنا اتدفع ايه هنا اتدفع ايه دفع وطني ولا دفع مهلبية زي اللي حضراتكم عاملينه الناس يا جماعة للأسف الشديد بتيجي تسقل على هذه البلد ما لا تتحمله انت في ظرف استثنائي فلا يجب ان تتعامل بقانون طبيعي او قانون منطقي وبعدين لو الناس يعني بتوه حريت رأي وحريت تعبير ومواقف وبتاع في الطبع التانية غير هتقول لي ما هو طبيعي يغير في الطبع التانية اقول لك لا اما انت عندك هنا فتشر عظيم جدا عندك معلومات خطيرة متوسع منه لكن انت تراجعت تماما المسألة يا جماعة اه يعني يعني اه دي الطبع التانية ايه السيسي اكتسح موسى في المؤشرات الاولية للفرس لا يا اخي فاجئتني يعني البلد دي عزيزة اوي عزيزة اوي وعايز اقول لحضراتكو في مثل شعبي ما ينفعش تقلع الهوى الحقيقة يعني بس احنا بنطبقه وزي المصر اليوم بيطبقوه يعني مثل شعبي احتفظ به يمكن في مرة من المرات تتاح تتاح ان احنا نقوله يعني بس اللي هو ايه يعني المثل كده نصه كده يقولك يعني واحد عايز يغز مراته يعني فالاسف الشديد محدش حريص على البلد دي بشكل كامل كل الناس حريصة على مصالح خاصة وضيقة جدا وعلى الاقل لما الناس تخطئ تعتذر لكن يبدو ان خطأ صلاح دياب في هذه المرة هو خطأ مقصود لن يتراجع ولن يعتذر عنه لانه هيتحين الفرصة مرة اخرى لان يخطئ او مش يخطئ من وجهة نظره انه يعني يضرب فيه قواعد هذا البلد هذا الرجل يعني هنرجع له تاني هنرجع له تاني هنروح فين